من الأدوات التي يوفرها برنامج الإكسل ما يسمى بنافذة المراقبة والتي تتيح مراقبة الصيغ الهامة أثناء تحرير ورقة العمل فبدلا من الإضطرار إلى التنقل ذهابا وإيابا بين المواضع في ورقة العمل أو بين المصنفات يمكن الإبقاء على الصيغ التي يحتاج المستخدم إلى رؤيتها معروضة دائما لعرض نافذة المراقبة يتم النقر على علامة تبويب صيغ ثم اختيار نافذة المراقبة في المجموعة تدقيق الصيغة يظهر مربع حوار نافذة المراقبة ولمراقبة أي صيغة يتم النقر فوق الخلية المطلوب مراقبتها ومن ثم اختيار إضافة مراقبة يقوم إكسل بإضافة إدخال إلى نافذة المراقبة يعرض اسم المصنف ورقة العمل ومرجع الخلية والقيمة وأي صيغة تم تعريفها في تلك الخلية وأثناء التحرير تظهر تأثيرات حملية التحرير مباشرة في نافذة المراقبة كما يمكن تثبيت نافذة المراقبة عن طريق سحبها إلى أعلى نافذة ورقة العمل أو أسفلها أو جانبيها تبقى الصيغة المضافة لنافذة المراقبة متوفرة في النافذة حتى يتم حذفها من خلال تحديدها والنقر على خيار حذف المراقبة